نظمت مؤسسة حياة كريمة بتعاون مع جامعة جنوب الوادي ومحافظة قنة زيارة لطلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الوقف قرية المراجدة بدأت الزيارة لمشروع مجمع خدمة المواطنين ثم المجمع الزراعي ومكتبة كتابك ومستشفى المراجدة وأوضحت المؤسسة للطلاب المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية بمركز الوقف كمركز من مراكز المرحلة الأولى بالمحافظة وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لأهلين في قرى ريف المختلفة والتي تعتبر نقلة في حياة أهل محافظة قنة في كافة القطاعات وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المختلفة اشتركوا في القناة